كما شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي التوقيع على مذكرة تفاهم ما بين الشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام والشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية بهدف تطوير وزيادة رأس المال وضخي استثمارات جديدة في شركة النصر للزجاج والبلور يتهد التوقيع في إطار وثيقة سياسية ملكية الدولة وتعزيز فرص التعاون والشراكة مع القطاع الخاص وضخي استثمارات جديدة حيث تم الاتفاق على إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة في خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق المصرية في إطار خطوط الدولة في التوسع في هذا القطاع المهم